شهد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظة المحافظة الجنوبية بحضور سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة والشيخ خالد بن سلمان بن خالد الخليفة مدير الجهاز الإداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب وسعادة الشيخ امرام بنت عيسى الخليفة لمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي مبادرة زراعة شتلات الرازجي في حديقة خليفة الكبرى في المحافظة الجنوبية وأكد سمو محافظة المحافظة الجنوبية أن مشاركة أبناء الشهداء تأتي تقديرا وتخليدا لعطاء الشهيد منوها سموه إلى أن المبادرة تسهم في تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية وقيم الانتماء والمواطنة وأن المحافظة حريصة على دعم الجهود الهادفة لزيادة الرقع الخضراء من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومتبعة المبادرات المجتمعية والبيئية التي تبرز الجانب المستدام في مختلف مناطق المحافظة وترفع مستوى الوعي البيئي بين أفراد المجتمع من جانبه أكد وزير شؤون البلديات والزراعة على أهمية هذه المبادرة في تخليد ذكرى الشهداء مؤكدا دعم الوزارة لهذه المبادرة الوطنية بدوره بيّن مدير الجهاز الإداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب أن الشراكة المجتمعية الفاعلة أسهمت في دعم أنشطة الصندوق وأهدافه في رعاية أبناء وأسر الشهداء مشيرا إلى أن هذه الفعالية تأتي تخليدا لذكرى شهداء الواجب وعرفانا لهم من جانبها أكدت أكد المدير العام المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي أن إشراك أبناء الشهداء في هذه المبادرة هي فرصة لتعزيز القيم الوطنية وتنمية الوعي البيئي المبادرة الطيبة من صندوق الشهداء اللي نخلت ذكرها إن شاء الله بكل هالأنشطة اللي تصير والزراعة بالذات نشاط جميل ويلمس قلوب الناس كلها الصغير والكبير وكل أهل البحرين من أهل البحرين البحرينيين والمقيمين فربي بارك في كل غرس اليوم وإن شاء الله يكون فاتحة خير حق عيال الشهداء إنهم يحبون الزرع بعد ونشوف الرازجي في كل مكان في مملكة البحرين طبعا هنا استذكر تضحية الشهداء بهذه المبادرة والرازجية تذكرنا دايما نحن في يوم الشهد نلبس الرازجية فشي حلو إن اليوم العيال شاركوا في زراعاتها هنا في المحافظة الجنوبية وإن شاء الله تكون مبادرات أكثر في المستقبل وهذه إن شاء الله بداية المبادرات وحين نحن مقابلين على العياد الوطنية والأفراح فإن شاء الله تكون هذه البداية ونواصل عليها إن شاء الله في الأيام اليائية شاركت اليوم بلدية المنطقة الجنوبية في مبادرة زراعة الرازجي في حديقة خليفة الكبرى في المحافظة الجنوبية تحت رعاية سمو المحافظ وبحضور سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة وعدد من المسؤولين وبمشاركة أطفال وأبناء الشهداء وإن شاء الله هذه المبادرة تكون البداية في هذا العام والمبادرات اليائية إن شاء الله تكون شكراً وعرفاناً لشهداء الواجب ترجمة نانسي قنقر